من خلال محمد أمين ربما قد نصلت الضوء مرة أخرى على صناعة المحتوى في اليوتيوب خاصة المحتوى العلمي وكان يعني ليس بالبعيد كان ضيوفي ثلاثة شباب جميلين زوانين صغار في السن ويعني هم من صناع المحتوى الإيجابي على مستوى اليوتيوب وخاصة ما يتعلق بالعلوم بطريقة أيضا هي مبتكرة وفيها يعني مرعاة للمستوى الثقافي للمتلقي اليوم محمد أمين الزهري من الهندس الكهربائية إلى الفيزياء الفلكية ما الرابط بينهما وما جعلك ربما تؤثر اختيار هذا المجال طبعا أكيد أن موضوع الفيزياء الفلكية والعلم الفيزياء الفلكية هو علم مرتبط بجميع مناحي العلوم حاليا حينما نقرأ ورقة علمية مثلا منصورة على موقع علمي فطبعا أكيد كان نلقوا مجموعة تخصصات علمية التي تفسر هذه الظاهرة أو هذه التجربة العلمية للقوها العلماء فأنا كنشوف أن موضوع الفيزياء الفلكية قبل اختياري لهذا الموضوع هو جا كحب وجا كشغف وجا يعني كقارب نجاة الوحد شاب ربما كانوا عنده طموحات وكانوا عنده أهداف فوجد ظالته ووجد ما يريد في هذا العلم الكبير الذي يفسر ما هي الكون ويجيب على كل الأسئلة وربما قد يشبع فضوله